لو عاوست أقدم للسنوية العامة في أولى سنوي لازم تسمع الفيديو ده الآخر المدرسة السنوية كلها حددت خلاص التنسيق وإن شاء الله يبقى فيه تنزول التنسيق في بعض المحافظات وبنطالب بكده سواء بقى في الشرقية وفي الجيزة أو في القاهرة والأوراق المطلوبة إيه عشان أقدم لابني أو بنتي في سنوية العامة شهادة ميلاد وثلاث صور منها بس يكون حديثة شهادة نجاح الإعدادية أو بيان نجاح وصورة من البيان أو من الشهادة نفسها أو لو لحد متوفي بيجيب المسؤول عنه أو وليه الأمر المسؤول عن الطالب ثلاث صور شخصية للطالب وملف يقدم فيه استمرت التقديم الإلكتروني الخاصة بالطالب والوزارة قتحت طبعا تسجيل التقديم لتنسيق الصف الأول للسنوي الإلكتروني من خلال الرابط اللي أنا سابقه في أول تعليق أو في أسفل الفيديو ويسجل ويكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتسجيل الدخول على الحساب الشخصي ويكتب اسم الطالب ويضغط على آيكونة الدخول على التنسيق يبقى يسجل من خلال كتابة البريد الإلكتروني وهيدخل عربي الده سجل كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب ويكتب اسم الطالب وتضغط على آيكونة الدخول على التنسيق وبعدين هتضغط على المزيد لمعرفة المعلومات عن التنسيق وتطلع على خرط التنسيق وتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم تعمل ضغط على خانة ملء الرغبات وتختار نوع التعليم الثانوي وفقاً لمجموعة والضغط على آيكوت مراجعة الرغبات وبعدين تضغط حفظ على الرغبات كلها أيام إلى يلة جداً بتفصلنا على الإعلان في سنوات العامة ادعو لإخواتكم ودعو لكل حبيبنا في سنوات العامة ونقول دايماً يا رب دي كانت يعني بشرة خير للي عاوز أقدم طلاب الصف الأول الثانوي أوراق المطلوبة إيه وإزاي تعمل كل حاجة في أمان الله